أول أخبارنا النهاردة عن الاحتفالية الكبيرة الضخمة اللي نفذها بالأمس المركز الثقافي القبطي الورتدوكسي بمناسبة ذكرى الانتصار أكتوبر التاسع والأربعين والحقيقة أن ده في الإطار اللي بيقوم بيه دايماً المركز الثقافي القبطي في دوره التصقيفي والتوعوي والاجتماعي والمشارك دايماً لكل ما يهم المواطن المصري نظم المركز الثقافي القبطي الورتدوكسي احتفالية كبرى برئاسة الأنبارمية الأسقف العام رئيس المركز بمناسبة الذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد تضمنت الاحتفالية عقد لقاءات مع عدد من أبطال حرب أكتوبر وأبنائهم والنمازج المشرفة التي كان لها دور في معركة العبور إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء الاستراتيجيين والمحللين العسكريين تضمنت الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات الفنية المتميزة والأغاني الوطنية التي ارتبطت بوجدان الشعب المصري قدمها كرال أم النور التابع لكنيسة السيدة العزراء بالدق وقدمت الاحتفالية التي تم بسها عبر قناة ميسات التابعة للمركز الثقافي القبطي الإعلامية ألفت كمال عبر برنامج مساء الخير وشهدت الاحتفالية أجواء من البهجة وقدم المشاركين مجموعة الذكريات الخاصة بذكريات النصر وكيف أن الدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها النهوض من جديد وتحقيق النصر واستعادة الأرض بفضل شجاعة أبنائها وتضحياتهم السمينة في سبيل الحفاظ على الوطن